جهود مستمرة تبذلها الدولة بكل مؤسستها وفق توجيهات الرئيس سيسي للنهوض بقطاع رعاية الصحية لا سيما في مجال الصناعات الدوائية اهتمام القيادة السياسية بقطاع الصحة انعكس في المشروعات الجديدة لتطوير القطاع والتي كان أبرزها مؤخراً افتتاح الرئيس سيسي للمجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية صناعة الدواء استحوذت على اهتمام خاص من الرئيس سيسي تمثلت في إصداره القرار الجمهوري رقم 18 لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية على أن تتولى الهيئة دون غيرها الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية وذلك فيما يخص تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية وضمن أهم المشروعات التي مثلت طفرة في صناعة الدواء كان المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازمة حيث وجه الرئيس سيسي بإقامة المشروع وفق أعلى المواصفات القياسية بهدف امتلاك مصر القدرة في هذا المجال الذي له مردود مباشر على صحة وسلامة المواطنين بل إن المشروع القومي لتجميع البلازمة حاز على اهتمام غير مسبوق في ضوء ما تواجهه مصر والعالم من متطلبات لمواجهة فيروس كورونا حيث حرص الرئيس على تبادل الخبرات والمواصفات القياسية العالمية من خلال اجتماعه بمسؤول شركة جريفولز الإسبانية الرائدة في تصنيع مشتقات البلازمة حيث وجه الرئيس سيسي خلال الاجتماع بنقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا وتطوير المراكز البحثية في هذا المجال وفي إطار استراتيجية مصر لمواجهة كورونا كان التوجه المصري لتعزيز تبادل الخبرات والتجارب الإكلينيكية مع الصين والخاصة بإنتاج اللقاحات والتعرف على تكنولوجيا التصنيع الجديدة في إنتاج المستحضرات الدوائية والطعوم والأمصال حيث يمتد ليشمل أيضا تصنيع الطعوم والأمصال الاستثمار في صحة المواطن حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة لذلك كان الاهتمام بصحة المواطن من خلال تطوير الصناعات الدوائية كان أولوية تتكاتف مؤسسات الدولة المعنية لتحقيقها